متى بدأت رحيتك مع الكلمة سوى من ناحية ناحية الأدبية أو من ناحية الدراسة أو جميع ما يتعلق في هذه الناحية بسم الله الرحمن الرحيم بدأت دراستي أول ما بدأت دراستي على والدي رحمه الله وعلى طائفة من المشائخ الذين تلقيت عليهم بعض العلوم في الدرعية وفي الرياض وفي غيرها ولما فتحت مدرسة دار التوحيد بالطائف التحقت بها وأخذت شهادتها الابتدائية والثانوية ثم انتحقت بكليتي الشريعة واللغة بمكة المكرمة فأخذت شهادتهم وفور تخرجي تعينت مديرا لمعهد الأحساء العلمي ثم مديرا لكليتي الشريعة واللغة بالرياض ثم مديرا عاما لرئاسة القضاء ثم وكيلا لوزارة المواصلات ثم رئيسا لمصلحة مياه الرياض ثم طلبت من الجهات المسؤولة التفره للعطاء وللبحث فوافقوني جزاهم الله خيرا وأحالوني إلى التقاعد بكامل راتبي هذا هو بدء حياتي الدراسية الذي سألتم عنه لو سألتك أنت استعرضت المجالات العمل أين وجدت نفسك في أحد هذه المجالات التي عملت بها؟ على كل حال لكل جهة من الجهات ولكل بقام من هذه المقامات دالته ووضعه ولا أستطيع أن أفضل شيئا على شيء إنما الذي أقول أنني استطعت أنني في الحقيقة أعطيت وحاولت أن أبدل ما في وسعي لخدمة بلادي ولخدمة أمتي هي رئاسة مصلحة المياه في الرياض هذا ما يتعلق في مجال العمل الرسمي طبعا أنت إلى جانب العمل الرسمي في كل العمل التي توليتها وتقلتها كنت في الواقع في مجال الكلمة في مجال الصحافة في مجال الأدب لو تحدثت لي عن هذا المجال في بداية حياتك سواء على المستوى الأدبي أو الصحفي والأعمالك في هذه الناحية الوظيفة لم تكن لتشغلني عن هدفي الذي أنا أهدف إليه والذي أنا هو قصدي مدى حياتي وهو خدمة الحرف خدمة اللغة العربية العطاء في مجال الشعر في مجال النثر في مجال البحث في هذه المجالات المتعددة إلى جانب هذا كنت أؤدي وظيفتي وإلى جانب هذا كنت أعطي ما أعطي في هذه الجوانب التي عددتها البحث في ترجمة في الشعر في التأليف في الصحافة وما إلا ذلك ترجمة نانسي قنقر